سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أيها الأحبة في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحقيقة هذا السؤال وردني عبر تطبيق واتس أب وأحببت أن أجيب عنه في دقائق قليلة بإذن الله سبحانه وتعالى هذا السؤال أيها الأحبة يتكرر كثيرا جدا هل الأرض كروية أم مسطحة وقلنا مرارا وتكرارا ثبتا يقينا بالمشاهدة وحسب القوانين الفيزيائية وحسب الدراسات العلمية أن الأرض كروية أو بيضوية أو شبه كروية فهذا الأمر أيها الأحبة ثابت وكل ما يقولونه حول فكرة الأرض المسطحة فكرة غير منطقية ولا تتفق مع القرآن العظيم يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل هذه الآية لا يمكن أن تتحقق إلا بالشكل الكروي أن يحيط الليل بالنهار ويحيط النهار بالليل لأن آلية حدوث الليل والنهار أيها الأحبة كما قال تعالى يقلب الله الليل والنهار يقلب يقلب الأرض المسطحة هي عبارة عن قرص لا يمكن أن يتم تقليب الليل والنهار حولها يجب أن يكون لدينا شكل كروي وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون إذن الليل يسبح والنهار يسبح طيب كيف يسبح على شكل قرص لا يمكن أيها الأحبة هذا الأمر رجاء بالنسبة للأحبة الذين يتابعونني بخاصة أرجو أن لا تنخدعوا بهذا الوهم ليست نظرية هي على فكرة هي أكذوبة يكذبون بها على الناس يقولون الله تعالى يقول وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم هذه الآية ليس لها علاقة بالأرض المسطحة هذه آية تدل على أن الله وضع الجبال ليثبت بها الألواح الأرضية هذه الألواح الأرضية تثبت من خلال الجبال وبالتالي لا توجد ولا آية تدعم فكرة أن الأرض على شكل قرص أو مسطحة حتى الله تعالى عندما يقول أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت لا يعني أن الأرض عبارة عن قرص مسطح بل يعني أن الله سبحانه وتعالى جعل الأرض ممهدة وهكذا في التفاسير ممهدة أمامنا مهما سرت تعود من حيث بدأت وهذا لا يتحقق إلا بالشكل الكروي لأنك أخي الحبيب بالشكل المسطح هذا الذي على شكل قرص يصورونه وهي صور وهمية طبعا هذا الشكل لن تكون الأرض مسطحة أمامك أي ممهدة يعني عندما تسير إلى نهاية هذا القرص لن تبقى هذه الأرض مسطحة أما الشكل الكروي يضمن لك أن تلف وتدور حول هذا القرص مهما درت مليارات المرات تعود من حيث بدأت الشيء الثاني الأشكال في الكون أشكال معظمها تأخذ الشكل الكروي يعني مثلا القمر المريخ الشمس النجوم لذلك أحبتي في الله رجاء لا تنخدعوا بمن يقول أن الأرض مسطحة الأرض كروية ما إنه بنسبة مئة بالمئة لأن هذا الكلام يتفق مع العلم ويتفق مع القوانين الفيزيائية ويتفق مع القرآن الكريم وهو الأهم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ورحمة الله تعالى ورحمة الله تعالى ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر